متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة فيديو النهاردة فيديو مميز وفيديو صغير مش طويل ولكن الميزة بتاعت النهاردة هتعجبكم جدا رجعنا مرة تانية لأسرار برنامج كنفا وأي فيديو بينزل عن كنفا بيكون موجود في هذه السلسلة فلو كنت بتشوفنا لأول مرة أدعوك أن انت تشوف أسرار برنامج كنفا هتلاقيني شرحة مميزات كتير وأي حاجة جديدة بشرحها عن كنفا بتكون موجودة في هذه السلسلة نرجع بقى مرة تانية لفيديو بتاعنا النهاردة هتكلم عن إيه؟ نهاردة هتكلم عن الميزة الجديدة اللي ظهرت عندي داخل كنفا واللي كنت قلت لكم من فترة لما كنت بكلمكم عن تحتيسات كنفا كرييت كلمتكم عن هذه التحتيسات واللي ظهر عندي شرحته لكم ظهر عندي ميزة جديدة اسمها جنريت باكجراوند يعني إيه؟ جنريت باكجراوند يعني أداة بتعمل توليد للباكجراوند للصورة الأصلية حنشوف دلوقتي الكلام مع بعض ولكن حب أن أقولك في البداية أن هذه الميزة موجودة في البريميوم يعني موجودة في المدفوع فحبيت أن أقولك على هذه النقطة علشان لو أنت مش بتستخدم كنفا في المدفوع ومش ناوي تستخدمه بعد كده في المدفوع فيعني الموضوع ده ممكن ما يفيدكش بشكل كدير جدا ولكن لو أنت مهتم بالموضوع حتى لو ما كنتش بتستخدم كنفا في المدفوع فأعتقد يعني أنا بدعوك أن أنت تشوف لأن فعلا النقطة دي أو الأداة دي مميزة جدا هذه الأداة اللي هي عبارة عن جنريت باكجراوند أو توليد خلفية بالذكاء الاصطناعي لأي صورة حتستخدمها بنستخدمها منين؟ بنبتدي نقف على صورة زي دي ونبتدي أن احنا نروح على الإيدت ومن الإيدت بنبتدي نروح على الماجيك ستوديو بتظهر عندي في الماجيك ستوديو واللي أول مرة يسمع عن الماجيك ستوديو حيعرف أن الماجيك ستوديو فيه مجموعة من الأدوات المميزة جدا منها البيجي ريموفر إن هو يشيل لك خالص البيكجراوند والأقوى منها بكتير البيجي جينريتور اللي حنشرحها دلوقتي والماجيك إريزر إن أنت ممكن أن تشيل أي عنصر في الصورة فيه الجراب تيكست يشيل لك التيكست أو يصره لك عن الصورة أو ماجيك جراب يشيل لك أبجيكت معين من الصورة ماجيك إيدت يبتدي إن هو يضف لك حاجة في الصورة تشيل حاجة وتحط مكانها حاجة فيه كمان الإكسباند ودي رائعة جدا بتعمل إكسباند لي الصورة تمدد لي الصورة فلو أنت عايز تطول المشهد أو تمد المشهد شوية بتستخدم هذه الأداة نرجع بقى للأداة بتاعتنا الرئيسية دي كانت مراجعة سريعة عن الماجيك ستوديو نختار بي جي جنريتور وندوس عليها بالمنظر ده بيظهر عندي هنا يقولي describe a new background أوصف أنت عايز ال background إيه فابتدي هنا أحط ال background اللي أنا عايزاه أنا جبت مجموعة من ال background أمثلة يعني من شات جي بي تي قلت له يعملها لي علشان يبتدي نستخدمها مع أمثلة النهار ده أو ال background معي عايز أغيره بالنسبة للستوديو ده حتدي أحط الوصف ده inspire me حيديك أمثلة هنا حتدي أقول له generate وتعالي نشوف ال background أنا طلبت منه أنه هو a photography studio with white back تقريبا drop soft diffuse lighting حدوز generate حيولد لي أربع صور من المفترض أن أنت بتختار أكتر واحدة لتصورك تبتدي أن أنت تختارها هنا زي ما احنا شايفين عطانا أربع اختيارات بالمنظر ده أنا شايفة مثلا سي أن ده أكتر واحد مثلا يعني أنا حطة الأمر تبعا ليه أنا عايزك بقى تركز على background الخلفية الخلفية غيرها من غير ما يخل بالصورة الأساسية يعني إيه الصورة الأساسية اتنين قاعدين على table في my cut ما أخلش بالصورة الأساسية بالتفاصيل بالages الحواف زي ما احنا شايفين تعالى مرة تانية نروح كده ندوس edit وممكن أقول له هنا ما أقول له an open air studio in the morning with see background عايزة open air studio وابتدي أدوس generate شايفة كمان الصورة دي أفضل صورة فيهم حلوة جدا الصورة دي وابتدي أن أنا أعمل لها download تعالى نشوف حاجة تانية في صورة تانية صورة زي دي كده مثلا حبتدي أن أنا أروح لل edit واروح لل pg generator وحط الوصف اللي أنا عايزاه حيكون في modern living room وحبتدي أدوس generate عطاني أربع خلفيات الخلفية دي حلوة جدا اختار الخلفية اللي أنا شايفيها مناسبة زي ما أنتوا شايفين الخلفية حلوة جدا ماشية مع الobject الرئيسي اللي موجود في الصورة ما بيخلش بالعنصر الرئيسي اللي موجود في الصورة يعني ما فيش حتة مقطوعة من هنا أو من هنا أو حتة غريبة آخر خالص بتبتدي أن أنت تقوله done وهنا بقى في حاجة جميلة جدا عايزة أوريها لك لو دوست عليها بيقول لك balanced relight fit to scene يعني يكون fit مع المشهد أو scene maximum relight تعالي نشوف كده maximum relight وابتدي أن أنا أقوله generate again واشوف حايديني إيه يعني كمان في options موجودة جوة background generator لو أنت واحد زي كده بتستخدم canva في اليوم كذا مرة فحاجة زي كده ممكن تفيدك جدا في موضوع التصميم بص هنا الخلفية هنا maximum يعني relight لو أنا روحت اخترت balanced relight تعالي كده نشوف balanced هتعمل لنا إيه نروح نعمل regenerate أعتقد هنا ما فيش limit معين يعني ما نستخدمه زي ما احنا عايزين أنا أستخدمته كتير جدا من شوية فأعتقد أنه ما فيش مشكلة معي بصوا هنا balance مع الشخص الأساسي object الأساسي و الخلفية شايفين الجمال الخاص بهذه الأداء وفي الآخر بتقوله done تعالي نجرب مع بعض حاجة أخيرة حروح لصورة زي دي مثلا خليها image background وابتدي هنا أقوله edit store me see background يعني خلينا desert bag ground أقوله generate الديني الخلفية خلفية صحراء طبعا الأفضل أن أنت تاخد الوصف من شات جبت هي عشان يديك تفاصيل في الخلفية ولكن احنا هنا عايزين نشوف العربية وقفة والخلفية صحراء background كتير ممكن أختار ده وأبتدي أن أنا ممكن كمان أروح أضبط الريلايت عشان يناسب السين وأقوله generate again عشان يزبط اللايت والصود ده كمان جميل جدا إزاي حاجة فونتها الجميل ده بالنسبة لميزة النهاردة أتمنى تكونوا استفدتوا منها إن شاء الله بإذن الله أي تحديث جديد حيظهر خاص بكام فاكرية هطلع أكلمكم عنه شوفكم فيديو قادم بإذن الله تعالى وزي ما بقول لكم في نهاية كل فيديو منساش تدعمنا باللايك وشير والكومنت ولكنت بتشوفنا لأول مرة ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة واتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته